ولدي احنا هناخد المهاردة الدرس الجديد من دراسة بتاع التمية ولسان الفلسفة نخلي بالكم معي. الدرس اللي هو مفروض اللي احنا مش رحلنا مهاردة تعريف خصاص مهارات وخطرات اخر حدث معارض والتفكير العيب. الدرس ده باين على مسمياته ان هو اكتير بس هو درس سهل خط. اول اول حاجة نخليكم معا قبل مشهر درس ده حاول بسرعة لان خط ايه? علشان نلن الملحب مع بعض ونعرف احنا اخذنا ايه من البداية خط. البداية خاص اخذنا العلم. قلنا بكلمة العلم دي كمصطرح كلمة العلم كمصطرح. معناها مش العلم ينصر به مادنة اسمانسة او كده لأ مش علم معين. العلم هنا جاي من المعارفة. دبقى العلم هنا معناها ان يعرف. اللي هي ده المعارفة. زي ما قلت علي العرفة. لان معنا معينة معينة هو كمصطرح. تكلمنا بعد كده معنا معينة من حيث او مصطرح المعنى مصطرح لاني من حيث الموقوع والمنهجة والنتائج الدرقية. قلت من حيث الموقوع ان انا بدرس حاجات عشان اعرف. لان من حيث الموقوع دراسة اي زوار. زوار اي ايه? اي زوار اي امكان. زوار اي زهرة موجودة عندي في المجتمع. حقا زوار فلاكية. زوار طبيعي اي زهرة. بدرسها على شارة انا وصلت لنتيجة وافترضات معينة. من حيث المنهج كلمة المنهج نعرف كلمة المنهج منها يعني الطريقة. الطريقة اللي انا بستخدمها اللي انا على النظرية اللي انا بنشي عليها علشان ادرس الحاجات كده انا بازل. من حيث المتائج التطبيقية اللي انا بقول عليها اللي احنا نستفيد بها. من اجهزة ومخترعات حديثة. ببقى ده كده تخلصنا بالعلم ومعنى مصطرح. درسنا بعد كده قلبي عندي هدف الآن او موضوع العلم. موضوع العلم. موضوع العلم. موضوع العلم هو اهو دراس الزواهد. اي زواهد اي زواهد اي مكانة الزواهد. دراس الزواهد علشان او بصوره اه لنتيجة اللي انا حصل بعد كده يديني معاني انا سيارة ويقولش ان علم الفيزيكس وعلم. علم الفيزيكس هو اكتر العلم الشهوري. يعني يعني الدراسات او الزواهد اللي احنا نتنسى موجودة في علم الفيزيكس اكتر علم موجود في ايه? علم الفيزيكس. اللي كانوا يسموه زمان علم الطبيعة. لانه ماسك موضوعات كتير للصوت قدوه حاجات كتير لهم. علشان كده من العلم الفيزيكس هو اكتر العلم الموضوعي. يليه علم ميولوجي. يليه العلم الاجتماعية والانسانية. عن الشهوري بسرعة. ها? ده الاحبات اللي احدى اخذناها لكن. علم اجتماعية او انسانية. انت اعمل الاجتماعية عن النفس. دي بنسميها العلوم الانسانية او العلوم الاجتماعية. يبقى بنقول علم الفيزيكس. يليه علم نتعلم ليه. خدبان كبير. مش معنى انا اقول بنتعلم يعلم الاجتماعية. مش ده المقصور. بنتعلم اي حاجة. واحد بيعمل دراسة واحد بيعمل بحاسة. مش العلم هي الدراسة تس اللي احنا نتعلم العلم. لا. هدف العلم هي. لو قلته احد يتعلم بحرفة معينة. ايه الهدف من ان يتعلم بحالفة ليه? هدف العلم ان الانسان هو اللي يتحكم في الطبيعة. بنقول عليه الانسان يتحكم ويصيد بالعلم اختار ايه? الطبيعة. ده بنقول عليه هدف العلم. ده اخلاص? بعد كده بنجي بعد كده الاجتماعية. اتكلمنا عن مهاج مراكس العلم. يعني ايه ما نمر في العلم? رجل الله لان مهمته ايه? اول واحدة وصف. تاني واحدة. تفسير. التالتة. تنمو. تعاون من بعد. بسرعة كده. يعني ايه وصف? كلمة وصف? يعني اليوز اللي حاصل الوقودة قدام. ويصنفها. ويحطها في مدوعة. دي مي اللي عليها الوصف. التفسير اللي هي معارفة الاسكال ده? يبقى معنى كلمة التفسير معرفة الاسباب. لان اللي في المتحكم السؤال. لما يجيني مش خينجيني مباشر كده. لأ. ممكن يجيني المعنى دي. ممكن يجيني يقولي معرفة الاسباب. ايه ايه? وصف ولا تفسير ولا تنبؤ. يبقى معرفة الاسباب هي ايه? هي التفسير. اما لا التنبؤ? التنبؤ دي اللي بسميها العلاق. العلاق اللي هو وضع خطر مستبلاء. يبقى هل تكون مهام رجل العلم وصف تفسير تنبؤ. دايما كده ما تجيني تذكروا? حاولوا بنته كده ايه? مهام رجل العلم وصف تفسير تنبؤ. مهام رجل العلم وصف تفسير تنبؤ. علشان تقع فيه التلات نقاط. يجي بعد كده صفات رجل العلم. هل يبقى رجل العلم ده مفروض بيبقى اللي هو صفات معايق? طبع. اول حاجة ما احنا فان فيه معايق ما طبعا نقول الكلام اللي احنا قلنا قبل كده. بس علشان ما نقول الدني. اول حاجة الامانة لعلمينة. يعني ايه امانة لعلمينة? لو قلت الامانة لوحدها وسط لا ده امانة علمينة. امانة علمينة فيه طبع. امانة العلمينة فإذا لماك اعمل دراسة واعمل محس او اعمل ايه حاجة مخطأ او سلواتيجة معينة لازم اقدم الدليل او الوحاف اللي يثبت الكلام اللي انا اولا طبعا. تقتلح حاجة ايه? تقتلح حاجة في الامانة العلمينة. ان انا اصبر فضل ان انا تعلمت على عدينة. وان اشترك. دولي طبعا كنت ضمت تلاتة ام اربعة يبقى اول حاجة. انا انا اعمل في الامانة للدريل والجرمان. ده بحاجة امانة علمينة. وان اشترك فضل من اتعلمت على ايديهم. وان اشترك. ده بحاجة من زفات رجل العلم الدقة. والدقة دي خليمانة فيها كتير. اولا دموقتي لما اجي اسألك سؤال. واقول لك انت انت جد كام السنة اللي بدت في العددية. تقولي على كتب يا مصدر مجموعين. مجموع وحش. نص نص في حاجة سنوص. حاجة سنوص. مجموع نظرك ايه? لا. انت تحديد. تقولي انا انتو في تمانية ونسين وتسعة عشر الله الله. ايه احنا كده. انا استخدمت ايه? استخدمت ارقام. استخدمت رموز. زي كده بمجا اديك مسألة في ناس الملك ومشهر. لان بدتك ارقام وبدتك قموز. انا استخدمت هنا لغة الرياضيات. يبقى هنا الدقة لانا استخدم استخدام لغة الرياضيات. والمعابلات الرافزية. كده ببطقيك. دي الاستخدام لغة الرياضيات والمعابلات الرافزية. الدقة في ادامة. الدقة في انها ادي اهمية لموضوع البحث. اعطاء اهمية لموضوع ايه? للبحث. يبقى هنا نقول عليه. الدقة. يبقى اول حاجة. اما الامية تاني حاجة. الدقة تالت حاجة. مفروض ان الحاجة استهل الرؤية المقضية. دالت حاجة من صفات رجل العلمة الرؤية المقضية. يعني رؤية المقضية. كلمة رؤية المقضية هنا يعني اموت بنفسي وتقبل النقد من الاخرين. بمعنى بمعنى ايه? بمعنى او انا ما صدفت اتراسك او اتبحس بحضة اهل او انا من نفسي كده اصح اختاري. انا لا لا. كما انا بيقول او كن نفسي واتقبل النقد من الاخرين. يعني ايه او كن نفسي? ان انا اصح اخطاري. احس اخطاري. وعلى كده ايه? اصح. واتقبل بقى من الاخر. علشان كده بنقول في اسمها الرؤية المقضية. اخر واحدة من مهام انسل صفات رو العلم. بنقول عليها ايه? الخيال. يجب ان يكون الخيال وسيلة ولمس ضارة. ايه كده? انا بتخيل ان انا بعمل وبعمل 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 وبعمل. خمس كده. هو ده لن نفسك. نعم. الخيال ده بتخيل ان كده لازم يكون هو الوسيلة علشان او صدفاله. علشان احقق الغاية اللي انا عايز احقق الغاية. علشان كده بنقول يجب ان يكون خيال وسيلة وده الزوالة. اخر حاجة في الدرس بتاعنا اسمها خصارس المعرفة الانمية. خصارس المعرفة الانمية. يعني ايه خصارس المعرفة الانمية? المعرفة انا اصدقى لهذه. ايه الخصارس بتاعيك كتير زي معنى هم اقراليمة. وهي اقراليمة. انا يعني نسان تطلب جرأة. تطلب اقدام بتخلي الانسان. نازم يحقق. اللي هو اعرفك. تالي حالا المعرفة العلمية بتؤكد. العلم بتؤكد بتقول من خصارسها. ان اللي انا ما عرفوش اكتر بكتير قوي من اللي انا عرفه. بمعنى ايه? بمعنى انك لو انا مصالف الدرجة قبيرة قوي من العين. ما عرفت حدات كتير قوي. رغم ان انا عرف حدات كتير. ما عندي معلومات كتير عن حدات كتير. انما اللي انا عرفته ده يعتبر بالنسبة من اللي انا ما عرفتوش كتير او يعني انا عرفت الكلاب ايه? طبس لسه كتير. العلم ده بحور واسعة وحور كتير. مهما تعلم برضو ايش هتوصل للعلم والنزير الرب. انا عارفة العلمية الانسانية. يعني الانسانية. كلمة انسانية هي لانها مين? هو او انا ما بعرف حد. اقوص لكي هو ما الانسان بغضل الانسان. الدكتور اللي بيعاني كلمة الانسان بيخدف ايه? بيخدف الانسان. عشان كينا تكون هالمعرفة العلمية انسانية بمعنى ان منصرها الانسان لخدمة الانسان. بعد تاني معرفة العلمية بتشتريف اكساسيات. ده المرهار ونصر بالدايق. المعرفة العلمية احتمالية. يعني ايه احتمالية? احتمالية يعني ما تبقيش القاطر. مهما نوصل لدرجة العلم. لانما ما فيش شيء قاطر. المعرفة العلمية تراكمية. كلمة تراكمية هينا احكمناها لكده. كلمة تراكمية لما اجي راكم حاجة ولا حاجة العلم بعد ما فيه النتيجة. احبس 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 تراكمية. لو شد اللي تحت مش هيبقى فيه لفوق. علشان كده بيكون تراكمية. مناخذ لفوق مع عدم اهمال قديم. الاخذ بالجديد كلمة تراكمية يعني الاخذ بالجديد مع عدم اهمال القديم. علشان كده نقول كلمة تراكمية. بس لحد النهارة نظريات نيوتر وعنشتين بناخد ربما ان بقلق احد السنين انما لازال من النسخ لحاجة دي. اخر حاجة معرفة العالمية بتتقدم من خلال الصراع بالقديم الجديد. استوى روزة. دي كان اخر حاجة اخر ذاها اللي هي خزائص المعرفة العلمية. درس النهاردة هنقول له سوعة. درس سام وكويس. تعليق خزائص المهارات. وبعروضات تفكير العلم. خلناكم ان قلت قبل كده مش معنى هنا ماقوله. تفكير علمي لا يوضي العلوم. مساء مش تعالى. انا صعر مساء. زي ما قلتها قلنا. لا يمكن تعرفني. ايه تعريف التفكير العلمي? اقول هكذا بسرعة. التفكير العلمي. بسرعة ليسه تفكير العلماء. ولكن ايه تفكير ملصة. حتى في شرحات المهارة. لو انا بعمل بحاجة. اقول انا بحاجة مشكلة. بحاجة بحاجة تفكير العلمي. عن شكل كده يقول. التفكير العلمي. تعريف. هو عمليه عقليف. من امان الانساني. لفهم العلم المعيدي. واجدات وتفسير. واجدات حيوم العلمي. يقولون عنها. ما التفكير العلمي. يقولون التفكير العلمي هو العمليه العقليه. التي يقوم بغد فرض. لفهم العلم المعيدي. واجدات حيومي. بالمشكلة. لا تعريف التفكير العلمي. نيجي بعد حاليا بخزارس التفكير العلمي. خلاكم تكاليفين من بعض من حياتهم. يطوكوا تخلق التفكير على علوم الفقر. والسنة والشجاعة. مش بالتصور? لا. مش ده. العلم. او. انتفدأ عارف التفكير العلمي. اطرق على علم التعلمي. نيجي بعد كده بخزارس التفكير اول حلم فزاست كده يعني كلمة مهادف. كلمة هادف. هادف هنا يعني ايه كزو معا. كلمة هادف اخي اللي عارف معنا كلمة هادف يعني مقصود. متعمد. ليس عشوائي يعني عشوائي عشوائي. عشوائي السكر كده وصلت المنظرية وصلت وصلت واخدر على ده المهدف ان انا مهد من مشكلة بهدف. انا اعمل انه وضع ده بهدف. علشان كده بيقول هادف. هادف خذلكم معا. مقصود. متعمد. ليس عشوائي. ففي حدن الحرية. يعني ايه الحرية? يعني ايه من خصائص التفكين العلمي انت الحرية? البحث يعني. الله ده من خلق الحرية. فين? يختار موضوع البحث. يختار المنهج. انا النظرية اللي يمشى عني. اللي ينطلق بينها. تالت حاجة. الباحث العلمي. لك الحرية. ان يغير. واو يبدل ما يرى هو اصح. انا وصلت الحرية. لقيت بعد كده هو اصح بينها. يبلغ الحرية. انا اغيرت باتل زين البناعة. تالت حاجة العمية. كلمة العمية يعني البحث العلمي بيهتفن بالتصريف والتكليل ده. علشان كده بيقول ده من خصائص التفكين العلمي في العمية. يبقى اول واحدة بتزمعها. هدف الحرية العمية. ربع حقا الموضوعية. يعني ايه كلمة الموضوعية ديه? لابا اقول لو الواحد. خليك موضوع خليحك امت. ما تهدش عن الحديرة. يعني ايه موضوعية? كلمة موضوعية هنا يعني البعد على المصالح والاهواء الشخصية. كلمة الاهواء دي جديدة على اللون يعنياجها الل gem DI Да الاهواء جاي من كلمة الهدو دا دايق عن هواية انا بحكdam دا مش دايق على الهواية دا انا مش بحيبه لك اذا هنا بتقول الموضوعية يعني البعض عبر الصالح والالواب ايه الشخصية اللي هي هي دعنا امل عن مصلحة خمس آية من خصائص التفكير العلمي انه كني لو انتو خدتوا لكم انا اتكلمت من شوية من خصائص المعرفة العلمية اتكلمت عن ارقام او كلمة كمي هنا عكسها كيف خلالكم كيف يعني حالة حالة وحش هنا هنا بكمي مديني كمية مديني عداد مديني رنوز يبقى هنا بقول كمي وكفل من خصائص المعرفة العلمية انه كمي يعني مديني كمية تقول ايه تلاتة من عشرة اتلاته من عشرة المالة ولاسة واحد كنت 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 كان زي ما قلت المسانين قبل كده اني بقى لابا تجلب واقول ان يدده ارقام كلمة ارقام دي لكلمية يعني ما مقولش بقى الحقبة ما اقولش شوية لا اقول كلمية معجبة دي في تبقى افضلتك في مشوزة التفكير العلمي انه ايه تكلمت كلمة ستة مستمر التفكير العلمي المحصية الاختراعات الاعمال تقدم. موجود حتى نهاية الكون. البحث العالم المستمر حتى نهاية العالم. طول ما فيه حياة على الارض فيه ابحاث تتعمل. فيه اختراعات بتتعمل. فيه الرسال بتتعمل. ان تحصل عالم المستمر حتى نهاية الكون. اخر واحدة ابراقي. كلمة اجرائي هدا زي ما قد تكون خليباتك بمعنى الكلمة اما حاجة. انت او فهمت الكلمة بالنزام الجديد بتاعنا وتحالات بتاعنا. كلمة دي سؤالي هو ده كلمة اجرائي بمعنى كلمة الاجرائي هدا لا يسأل عن مهينة الشيء. ولكن عن اوصافة. كلمة مهينة هدا جاية من فاهية. ما هو انا قلت ايه ده تقولي دي جرد لأ ده نحيز اعطي اوصاف اوصاف البرد دي ايه يا طالب لونها ايه ما اسهل ايه كان في كابل كل ده اللي يقول عليها اللي ايه الاوصاف يبقى بحسي لها يقول التفكير اللي لا يسأل عن مهينة الشيء ولكن عن اوصافة كلمة مهينة كلمة ايه ده يا التفكير العالم فيش عايز كده. التفكير العالم عايز اوصاف بالتحدي. بقى ايه بقى حالكان مع مهارات تفكير العالمة. يعني ايه مهارات التفكير العالمة? يعني ايه? لو فتكرتوه هلي بالكو وركزوه. الترب الاولاني اخلنا حاجة اسمها مهارات التفكير الفلسافي. المراضي اوه الدرس بتاعنا مركز مهارات التفكير العالمة في فرق? طبعا في فرق حاجة. لو فتكر ترمي الاولاني مهارات التفكير الفلسافي تبديه الشيء تبقى الحواري. والتسامح لأ. مش عارض بي حدوات. هنكلم عن مهارات التفكير الفلسافي اول مهارة اللحظة والتجليم اول مهارات التفكير الفلسافي. اللحظة والتفكير. اللحظة يعملية اندباه بالزواخر. طلاح الزواخر. ابتدي اخذ الباب من اعمالية اندباه المصدر للزواخر. اما اول حاجة اللحظة والتالي. اعرف الاسبال. اعرف القوانين اللي بقول عليك اول واحدة المحظة والتالي. نمردين التصنيف. يبقى اول حالة المحظة. والتجليم. نمردين التصنيف. كلمة التصنيف. ده مدى قولك صنف لي. صنف لي يعني حطيني ده فيما المعاطب هناك. صنف لي ده. خط الضرب هناك. والبنات هناك. الكبار هناك. مصدر ليه هنا. نقول عليه التصنيف. بعد ايه انا القياس. كلمة القياس. ان انا بستخدم الدواء التجريب. دي يتكلم عن امراض التفكير اللي انا. اقولي انا المحظة التجريب. نمردين التصنيف. نمردينات القياس. نمردينة اربعة. تحديد المتغيرات. وضبطها. يعني ايه تحديد المتغيرات وضبطها. لما اجيه عمل تغيرها مسألة. انا عندي متغيرين. حاجة اسمها انا الغير التابع ومتغير المستقل. يعني ايه متغير تابع ومتغير مستقل ما دعمل التغربة مسلا. بعمل التغربة. اقول مسلا لو انا عملي نبات. وعايز اشيط النبات ده. ايه سمتني انا طبعا عملي شروط على الشرق النبات ده. عملي شروط اربع شروط. لازم مثلا ياخد 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 اه ياخد ياخد صنلايت. نقول عن ايه المتغيرات دي بحاول ان انا اغير. اغير يعني اعمل ايه? اشوف اشوف ايه? اشوف. ايه? الشرق ده دفع. لا ما دفعش اضياره. علشان كده منسنيها متغير ده ده. ومتغير مستقل. بعد كده يبقى خمسة تفسير البيانات. يبقى اللي احنا قلنا عن ايه? مغارض التفكير العيني. او واحدة بلحظة التدريب. تاني حاجة التصنيف. تاني حاجة بقياسة. طبعي حاجة تحقيق متغيرات وضطع. اخر حاجة تفسير ايه? البيانات. ايه بعد قبل الخطوات التفكير العيني. زي ما ديه الخمسة وقت الخمس خطوات للتفكير ايه? اول حاجة الشعور بالمشكلة. الشعور بالمشكلة. احس بفي مشكلة. علشان افكر ايه الموضوعية العينية. يبقى اول حاجة الشعور بالمشكلة. لما دنين تحديد المشكلة. بحاجة ايه هي المشكلة بالصف. بعد كده باقترح الحلول. يعني اسمها اقتراح الحلول. وبعد كده تلي بالكم في مطلتين بعد كده واحد اول واحدة باسميها اختبار الفروض يبرا خمسة اختيار. يبقى ديه اختبار يبقى اختيار. يبقى اختيار التفكير لاني انا هنحس بمشكلة بالشعور. مشكلة تاني بحاجة ايه مشكلة بالصف. بعد كده اقتراح الحلول. لبرة خمسة. باعمل عملية اختبار طول الفروض. هنا تلي قولت كي اختبار الفروض. بس انا نسيت اقتراح الحلول هنا ليوضع الفروض. او اختراح حلول. يبقى بعد كده الفارق من المعايم. بعد صورة بعد كده عملية اختبار اشوف اللي فارق من المصح. وبعد كده بعد كده باختار الفارق من المصح. اخر حاجة معوقات التفكير الاني. ده ده اقرار ما احنا قولينا بالحقق بالرأة ليه? ان احنا لما فيه ناس بتخطئ في تفكيرها. اول حالة انها كنا بصمع الاخطاء المنطقية. كلمة الاخطاء المنطقية يعني انا بتصمع الحقق. افهمت ده سنة. حقق على الاشياء. وقصد في امور بدي رعي فيها بسرعة. علشان كده بكون كل حالة الاخطاء المنطقية دي بتعوض التفكير العلمي ان انا بتصمع انا بصمع لنتائج مقدمة. بعد كده اخذ العوامل المفاعلية. العوامل الانفاعلية. العوامل المفاعلية زي ايه? زي القلق. التوتر. وانا هتحكي بالعوامل اخطر هاخطر. وانا بعمل حالة او اخطر او قال اخاني. ادي العوامل الفاعلية. عن المدد الباية. انسان الصمم. كلمة السلم يعني ويأخذ الديلال دون مرضى أولا تفكيره فيه حسنة جاية لكنا بإن شاء الله